هذا النادي اجاب فكرة طلابية احنا شفنا انه فيه نقص او انه كل الدعم لقسم الكيمياء ما فيه توجه كبير على قسم الكيمياء قسم مهمش بالنسبة للأقسام الثانية فاحنا كطلاب حسنا انه لازم نعمل اشياء فعلا اجتمعنا اكم الطالب واتخذنا اجراءات لازمة وعملنا هذا النادي تحت اشراف طلاب الباح تحت ريعت مجلس الطلب وحركة الشبيبة المجلس هذا النادي عبارة عن ملتقى تثقية تربية لطلبة الكيمياء شكل خاص ولطلبة الجامعة بشكل عام هدفنا ما رح نوقف على الجامعة رح نطلع البرى للمجتمع رح نخلي الناس تحكي كيميا تحب الكيميا انه نعرف الناس انه كل اشي في الدنيا هو عبارة عن كيميا نادر كيميا هو ملتقى ثقافي وترفيه لكل طلاب بشكل عام وطلاب الكيميا بشكل خاص هدفنا الاول والاخير ان نحقق هدف كل الطلاب اي طلب بدون مياه احنا رح ننفذه طلبوا مننا كتب كتب طلبوا مننا اسئلة طلبوا مننا ابحاث عمنارهم صفحة عليها كتب الالكتروني وحلوله وابحاثها وانه صفحة خاصة بالنادي طلبوا مننا خطة عمنارهم خطة عامدة 4 سنين وخطة عامدة 3 ونص طلبوا مننا رحة الترفيهية رح ننظمها طلبوا مننا معراض رح نكون قائم على الفصل الثاني ترجمة نانسي قنقر